موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة نقدم لكم حلقة جديدة من موضوع الغلاف حيث نشرت مجلة شؤون خليجية ترجمة مختصرة لتقرير نشرته مجلة كوانتر بانش الامريكية ايفان تيلور يسلط الضوء على ثلاثية الدم والنفط والجغرافية السياسية في الخليج ويخلص الى ان القصف الحالي للعراق وبشكل اعم الاحتلال الامريكي لهذه المنطقة مترامية الاطراف ما هو الا احد مظاهر العقيد الرسمية في واشنطن لان السلطة السياسية يمكن انتزاعها بفعالية من خلال الحرب وان الدم يمكن استخدامه للسيطرة على النفط رغم ان المسؤولين السياسيين نادرا ما يتحدثون علنا عن رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على النفط فان مركزيته للسياسة الخارجية الامريكية ليست سرا على المتخصصين وهي النقطة التي اشار اليها العدد الخاص الاخير من جورنال اوف امريكان هستري عدة مرات حيث كتب توبي كريك جونس على مدار القرن العشرين كان الحفاظ على الامن ليس فقط في السعودية ولكن في منطقة الخليج باكملها وتدفق النفط من الشرق الاوسط من بين الاهتمامات السياسية والاقتصادية الرئيسية في الولايات المتحدة وابان غزو عام 2003 تحدث النقاد بجدارة عن العلاقة بين النفط والحرب ففي محاضرة شهدتها جامعة اوكسفورد اعلن ديفيد هارفي ان الحرب شنت لاستمرار السيطرة الفاعلة على الاقتصاد العالمي للخمسين عاما القادمة وفي مواجهة القوى الصاعدة في اوروبا واسيا يأمل قادة الولايات المتحدة في ان السيطرة الحازمة سوف تترجم الى قوة جيوسياسية ويتساءل هارفي هل توجد وسيلة تتصدى بها الولايات المتحدة لهذه المنافسة وتؤمن من خلالها موقفها المهيمن افضل من السيطرة على الاسعار وتوزيع الموارد الاقتصادية الاساسية التي يعتمد عليها المنافسون وهل توجد طريقة افضل للقيام بذلك من استخدام اقوى الاسلحة التي لا تزال امريكا تمتلكها والتي هي القوة العسكرية حتى الان جرينسبان الذي ظل لفترة طويلة رئيسا لمجلس الاحتياط الاتحادي البنك المركزي قال في مذكراته يحزنني الاعتراف بما يعرفه الجميع حرب العراق كانت الى حد كبير تدور حول النفط واشارت المجلة الى ان امريكا انشأت في اعقاب الحرب العالمية الثانية ارخبيلا واسعا من القواعد في الخارج وان القوات اللازمة لهذه الاستراتيجية لا سيما في البحر والجو يمكن استخدامها بل استخدمت للحفاظ على تدفق احتياطات النفط الى الخارج ونقلت عن تايلر بريست قوله خلال التسعينيات ملأت البترو امبريالية الامريكية فراغا بعد الحرب الباردة في المناطق النفطية الساخنة حول العالم باختصار تقوم الولايات المتحدة منذ فترة طويلة ببناء هذه الاستراتيجية التي اصبحت تسيطر على سياسة الخارجية الامريكية ترجع جذور هذه العقيدة الامريكية التي بلغت ذروتها مع غزو العراق في عام 2003 الى الاشهر التالية للصدمات التي شهدتها اسعار النفط في اكتوبر من العام 1973 عندما تبوأت دول الخليج المنتجة للطاقة فجأة مكانة جديدة في النظام العالمي حينها نقش مسؤول الحكومة الامريكية رغباتهم في السيطرة على الثروة الاقتصادية في المنطقة من خلال القوة العسكرية وقال هنري كيسينجر حرفيا في ذاك الاجتماع الذي انعقد في نوفمبر هذا ضروري وكانت جزر البحرين ودييغو جارسيا هي نقطة الانطلاق لكن الفكرة كانت تهدف الى العمل على نطاق اوسع من ذلك بكثير منذ ذلك الحين عززت كافة الادارات الامريكية بناء سيادتها العسكرية في الخليج ودشنت شبكة من القواعد والاعتقاد الايديولوجي بان توسيع هذه الشبكة كان ضروريا من اجل السيطرة على النفط وفي غضون عام من الخطاب الشهير الذي اعلن فيه جامي كارتر عام الف وتسعمائة وثمانين ان امن الخليج مصلحة حيوية للولايات المتحدة اندلعت الحرب بين العراق وايران وامضت ادارة ريجان عقدا في تسليح طرفي الصراع الدموي وبحلول عام الف وتسعمائة وثمانية وسبعين كانت القوات البحرية الامريكية تشارك مباشرة العالم مرعوب من ايبولا والدول الغربية تستعد لما يشبه الحرب مع هذا المرض الذي يقال انه تحول الى وبا ولكن لماذا غرب افريقيا بالذات ولماذا الان تتساءل مجلة الشروق في مستهل موضوع غلافها الاخير تقول المجلة اعتادت الدول الكبرى على استغلال غرب افريقيا ونهش مواردها واغرقت اهله بالفاقة والعلل حتى وصلنا الى ايبولا مرورا بالادز وربما المزيد من القتل في المستقبل القريب ودخلت على الخط شركات الادوية التي لا يهمها احصاءات الموتى والمصابين بل ارقام الاموال التي تجنيها من لقاحاتها لا يمكن اعطاء رقم محدد للموتى والمصابين جراء ايبولا القاتل ففي كل يوم رقم جديد وعند كل ساعة اصابات متوالية في الدول المكتوية بنار هذا المرض لسنا هنا بصدد تقديم تعريف بهذا الوحش الكاسر لانه بات معروفا في عالم اليوم مواصفات هذا الفيروس واعراضه وسرعة تسربه داخل جسد المريض وانتقاله من شخص الى اخر بصورة خطرة للغاية لكن لنتحدث عن السبب الذي سحب الزناد واطلق هذا الفيروس في غرب افريقيا لا يزال العلماء والباحثون اليوم يفتشون عن السبب الحقيقي على ارض الواقع الذي منه انطلق ايبولا ولكن الا يكفي ان السبب الاكبر والاهم امام ناظرهم الا يعتبرون مما جرى مع الايدز الذي هو الاخر يحصد ارواح الالاف سنويا في العالم وانطلق من نفس المنطقة في العالم ولنفس السبب لماذا هذا التجاهل للثغرة الاساسية الذي منها يتصرب الموت على شكل امراض وحشية تفترس شريحة معينة من البشر ليس مصادفة ان يضرب وباء ايبولا ثلاث دول بالتحديد غينيا وسيراليون وليبيريا اذ انها تشترك في كونها مثال صارخ على الفقر وضعف شديد بالنظام الصحي وانفاق قليل للغاية على الرعاية الصحية باختصار عرف الوباء كيف يختار منطقة نشوئه وقاعدة انطلاقه ومن المؤكد انه صار على نهج الايدز والاوبئة الاخرى من قبله وربما سيمهد الطريق للذي بعده اذا استمر الحال على ما هو عليه رصدت مجلة الشرع حالة القلق التي تعيشها البيئة الحاضرة لحزب الله بعد التطورات الاخيرة التي حملت معها ما يشبه اليقين بان المعركة التي يخوضها الحزب اليوم في سوريا طويلة للغاية وان ما يتعرض له من استنزاف وصل الى عتبة خطيرة اقل ما يمكن ان يقال عنها انه سيكون لها انعكاسات قوية داخل الحزب وبينه وبين قاعدته الجماهيرية على حد وصل المجلة تعلمت الولايات المتحدة من دروس حربي افغانستان والعراق ما جعلها تحجم عن الدخول في اي حرب على الارض والاكتفاء بدلا من ذلك بحرب من الجو او عن بعد وقبلها تعلمت روسيا من حرب افغانستان ويبدو حزب الله اليوم وكأنه دخل صفوفه الابتدائية الاولى في اكاديميتين الدروس الامريكية والروسية بعد توالي وصول جثث القتلى من الحزب الى مناطق التواجده وكذلك الجرح وبينهم من اصيب باصابات دائمة في ظل تهاوي اخر ما تبقى للحزب من هالة في العالمين العربي والاسلامي وهي الهالة التي كان اكتسبها من خلال جولات القتال بينه وبين اسرائيل ورغم المكابرة والفوقية التي يتعاطى بهما عادة مسؤول الحزب مع مختلف المواضيع الا ان الشعور لدى هؤلاء بان الحزب قد ابطلع الطعم المعدلة يكبر يوما بعد يوم وصارت مسألة الحد من الاضرار هي السياسة المعتمدة في اولويات الحزب التي تتركز اليوم على شراء الوقت باقل كلفة ممكنة وتجنب الخسائر الفادحة في صفوف مقاتلي لكن نجاح جبهة النصرة في احتلال موقع للحزب وقتل جميع عناصره الاحد عشر قبل اخلائه او اجبارها على انسحاب منه يشير الى ان مرحلة جديدة من القتال قد نشهدها وتنذر بتحول قرى وبلدات لبنانية حاضنة للحزب الى مناطق قتال شبيهة بمناطق القتال المحتدم في سوريا ولعل السؤال المركزي المطروح اليوم في ارويقة الحزب هو هل يقدم على البدء بمعركة كبيرة حاسمة في منطقة جرود القلمون لمنع الهجمات المتكررة لالنصرة وداعش على مراكزه ومواقعه في منطقة القلمون داخل سوريا ويتفرع عن هذا السؤال سؤال اخر مفاده هل ما سيقدمه الحزب في معركة الحزب في جرود القلمون الواسعة جغرافية والوعرة بمرتفعاتها ومنحدراتها يوازي ما قد يخسره في حرب الاستنزاف المستمرة ضده ام ان الكلفة ستكون عالية الاجابة مهمة لكن دلالات الاسئلة ربما تكون اكثر اهمية يعبر هذا الواقع عن ان مشكلة جديدة استجدت على الحزب وتتعلق بتأمين العديد اللازم من المقاتلين في ضوء الضرورات الميدانية والتساع نطاق التورط ما يدل على استفحال مأزق الحزب وعجزه عن الاستمرار في لحس المبرد حيث لم تعد تنفعه سياسة الهروب الى الامام واذا كان من عنوان مختصر للوضع الجديد الذي يعيشه الحزب فهو ان منطقة القلمون تحولت الى ما يشبه فيتنام التي كانت دفعت امريكا وعجزها عن القيام باي عمل يحمي قواتها ويؤمن استمرار احتلالها لهذا البلد وثمة كلام في هذا الصدد منسوب الى نصر الله يتوقع فيه قساوة المرحلة المقبلة واستمرار الحرب مع الجماعات المسلحة المتطرفة الى فترة ثلاث سنوات وهي الفترة نفسها التي تحدث الامريكيون صراحة عن ان الحرب ضد تنظيم داعش ستستغرقها وهو امر لافت في كونه يشكل تقاطعا في النظر الى الحرب على ما يسمى الارهاب باختصار حزب الله يعود بعد احداث العراق واليمن ومجمل التطورات الاقليمية والدولية المتصلة بها الى مربع الانتظال لمعرفة ما اذا كان بالامكان اعادة ساعة الاوضاع في المنطقة الى الوراء من العلوين التي ابرزتها مجلة عقيدتي على صدر غلاف اعداد اعدادها الاخير خبر اعتزام الكنيسة الاسرائيلي طرح مشروع قانون للتصويت عليه الشهر المقبل لتقصيب المسجد الاقصى المبارك زمنيا ومكانيا بين المسلمين واليهود استكملت لجنة الداخلية البرلمانية الاسرائيلية بلوارة مشروع القانون الذي يسمح لليهود باداء تقوصهم في المسجد الاقصى وتخصيص مكان وتحديد مواعيد محددة لاداء هذه التقوص عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين يحظر المشروع تنظيم التظاهرات والاحتجاجات المضادة ويضعها تحت طائلة العقوبة وقال رئيس مركز القدس الدولي للأبحاث والدراسات حسن خاطر ان هذا القانون حال اقراره سيدخل المسجد الاقصى في مرحلة جديدة من التهويد اكثر خطورة من سابقتها تمهد لاحكام السيطرة عليه وتنفيذ مخطة هدمه واقامة الهيكل المزعوم بدلا منه وكان المستوطنون استولوا في الايام الماضية وتحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني على منازل واراض فلسطينية في بلدة سلوان جنوبي المسجد الاقصى المبارك في القدس المحتلة تحت عنوان الناقلات الخليجية تهز عرش الشركات العالمية يقدم عدد شهر اكتوبر من مجلة اموال تغطية خاصة لقطاع الطيران في الخليج الذي شهد نمو بلغ اثنى عشر بالمئة مقابل نمو لم يتجاوز معدله السنوي ستة بالمئة لشركات الطيران العالمية بنهاية العام الفين وثلاثة عشر يساهم قطاع خدمات الطيران والسفر في الوقت الراهن بما يقارب احد عشر بالمئة من الناتج المحلي الاشمالي لبلدان دول مجلس التعاون الخليجي مقابل ثلاثة ونصف بالمئة نسبة مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي لدول العالم وهو ما يشير الى المعدلات القياسية التي تشحدها حاليا حركة المسافرين بالمنطقة ويوفر قطاع الطيران في العالم اكثر من ست وخمسين مليون وظيفة وتبلغ مساهمته في الناتج الاجمالي العالمي خمسة وثلاثة بالعشر بالمئة وفي منطقة الشرق الاوسط يسهم القطاع في توفير سبعة واثنين مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتقود اسواق منطقة الشرق الاوسط حاليا كبرى التحالفات الدولية العاملة في الطيران حيث كانت المنطقة تستحوذ فقط على نسب لا تتجاوز الخمسة بالمئة من عدد المسافرين على المستوى العالمي بنهاية العام الفين واثني عشر فيما سجلت اسواق المنطقة معدلا وصل الى عشر بالمئة من عدد المسافرين حول العالم بنهاية العام الماضي وتتجه التوقعات الى وصول عدد الركاب الذين تخدمهم مطارات دول مجلس التعاون الخليجي الى مئتين وخمسين مليون راكب بحلول عام الفين وعشرين وبحدوث نمو اجمالي في عدد الركاب في منطقة الشرق الاوسط بنسبة خمسة واثنين من عشر بالمئة فتحت مجلة الاهرام الاقتصادي ملف الاعلام القومي في مصر ورصدت خسائره المتراكمة ووظيفته المتآكلة بينما اصبحت منافسة الانترنت للاعلام المرئي والمقروء فوق طاقة الاحتمال ما دفع المجلة الى القول بعدم وجود بارقة امل في الافق تشير الى ان هذه الصناعة يمكن ان تتعافى من اوضاعها المالية السيئة بل العكس ربما يكون هو الصحيح حققت صناعات الاعلام مكاسب فنية ومالية هائلة من التطورات التقنية وثورة الاتصالات لكنها الان تدفع ثمنا باهظا لتحول الناس الى فضاء الانترنت خلال العقدين الماضيين اختفت صحف شهيرة او تخلت عن طبعتها الورقية والستريت جورنال شيكاغو تريبيون على سبيل المثال كما اضطرت صحف تاريخية لبيع اصولها لتدبير اموال تضمن استمرارها مثلا باعت نيويورك تايمز مبناها التاريخي وعادت استئجاره لتدبير النفقات حتى الفضائيات الاخبارية الشهيرة منيت بخسائر ضخمة مثلا اخرجت فوكس نيوز و سي بي اس و سي ان ان اخرجت 300 اعلامي من كشوف الرواتب الشهر الماضي في المنطقة العربية لا احد يربح في صناعة الاعلام حتى الصحف اللبنانية الشهيرة تعاني من صعوبات مالية واضحة برغم شطارة اللبنانيين الذين انشأوا هذه الصناعة قبل اكثر من 100 عام اما الفضائيات الاخبارية العربية فخسائرها شنيعة وعلى رأسها اشهر الفضائيات العربية شبكة الجزيرة التي لم تعرف ميزانية رابحة رغم مرور اكثر من 10 سنوات على بدء البث اما القنوات الاخرى فمسنودة باموال دول تعوضها عن خسائرها الهائلة والمتوالية صناعة الاعلام على الصعيد المالي في 2014 وبالعودة الى هموم الاعلام القومي المالية وغير المالية طالبت المجلة اولا بان توضح الدولة وليس الحكومة موقفها من المؤسسات الاعلامية القومية وان تجيب على سؤال بسيط وواضح هل ترغب الدولة وهل من مصلحة الشعب استمرار وجود هذه المؤسسات لاسباب وطنية واستراتيجية ام ان الامر اصبح سيانة بعد ان تطورت الاحوال وتعقدت في سوق الاعلام مما اضعف تأثير المؤسسات الاعلامية المملوكة للشعب عوامل كثيرة تدخل في الاعتبار عند تحديد الموقف من استمرار هذه المؤسسات ومع الاعتراف بان الملكيات العامة للمنشآت اصبحت موضة قديمة تجاوز هزما بالمعايير الاقتصادية الا ان دقة وصعوبة اللحظة التاريخية التي نمر بها على الصعيد الوطني والاقليمي والازمات التي تحيط بنا من كل جانب تفرض وجود صوت وطني مستقل وغير خاضع للاهواء السياسية والمالية يعبر عن هموم الناس وقضايا الوطن ومع ذلك فان الضرورة السياسية للابقاء على الاعلام القومي لا تعني ابدا التغاضي عن المشكلات المالية والادارية التي ادخمت بها مؤسسات الاعلام القومي عبر السنين بل ان الضرورات المهنية قبل غيرها تقتضي ضرورة العمل على ازالة الترهل الذي اصاب المؤسسات الصحفية والتلفزيون جراء سياسات مالية وادارية تخفت لسنوات وراء الضرورة السياسية كما ان الزمن تغير والتقنيات تطورت وبالتالي فانما كان ناجحا في الستينيات ليس بالضرورة ان يكون صالحا للتطبيق الان كما ان الانصاف يقتضي ايضا القول ان بعض مؤسسات الصحافة القومية بجانب مشاكلها المالية قد فشلت في اللحاق بتطورات العصر ما يجعلها غير قادرة على ممارسة دورها ويجعل استمرارها المهني والسياسي موضع تساؤل حول القضية ذاتها نشرت مجلة اكتوبر تقريرا بعنوان الصحف القومية الازمة الكارثية الاسباب والحل قائلة ان حل الازمة الكارثية المحدقة بالمؤسسات الصحفية يتطلب بالضرورة قراءة جيدة ومتعمقة لملف الصحافة القومية برمته وهي قراءة يتعين ان تستند الى رؤية سياسية وطنية لادراق حقيقة خطورة الكارثة وتداعياتها على حاضر ومستقبل هذه المؤسسات وهي قراءة يتعين ان تعي اهمية دور الصحافة القومية الوطني ورسالتها الاعلامية والثقافية والاجتماعية بل ايضا السياسية وهي قراءة يتعين ان تستشرف خطر انهيارها على الامن القومي حجم الديون الضخمة المستحقة للدولة والمنوك على المؤسسات الصحفية مضافا اليها نزيف الخسائر المستمر بفعل دوامة الديون المغرقة اصفر عن عاجز مؤسسات الجنوب الثلاث على تدبير اجور العاملين بها وباتت تنتظر بل تتسول هذه الاجور التي ترسلها وزارة المالية شهرا بشهر بينما تضطر مؤسسات الشمال الكبرى الى الاقتراض في كثير من الاحيان بضمان اصولها لتدبير الاجور واستمرار هذه الاوضاع يعكس في واقع الامر غيبة الرؤية السياسية للحكومة اذا اتدعيات هذا الخطر الداهم واستمرار هذه الاوضاع يعد ماسا بالامن القومي للبلاد لكن يبقى السؤال المهم وهو لماذا تردت اوضاع الصحف القومية على هذا النحو الدرجة الاجابة يعلمها العاملون في هذه الصحف ولا شك ان الدولة تعلمها ايضا الاجابة ببساطة شديدة هي الفساد المالي والاداري لكثير من الادارات الصحفية السابقة التي تسببت عن جهل واهمال في بعض الاحيان وعن عمل في كثير من الاحيان في اهدار مقدرات تلك المؤسسات وفي استمرار نزيف الخسائر وتراكم الديون على مدى اكثر من ربع قرن في الوقت نفسه فان انقاذ هذه المؤسسات من خطر الانهيار لا يتوقف فقط على اسقاط الديون او تأجيل سدادها بل يتطلب ايضا وبالضرورة تقديم الدعم المالي الكافي وفقا لدرسات جد واقتصادية علمية لاستثمار جد وحقيقي لامكانيات المؤسسات يكفر لها الخروج من الازمة ثم تحقيق الارباح التي تعينها على الاستمرار في اداء دورها ورسالتها اما الذين افسدوا وتسببوا في ترد اوضاع الصحافة القومية فمن الضروري ان لا يفلتوا من الحساب ثم عليهم ان يتواروا عن المشهد الصحفي نشكركم على المتابعة والى حلقة جديدة من موضوع الغذاف نلقاكم على خير اشتركوا في القناة موسيقى